في احتفال الاردنية بيوبيلها الذهبي جلالة الملك يعلن اطلاق مبادرة للتنمية الديمقراطية النيابة العامة تبشر التحقيق بقيام نائب سابق باحتجاز آلاف البطاقات الانتخابية ووضع حجر الاساس لمشروع مسجد الشيخ زايد ضمن مخطط المرحلة الاولى من مشروع مرسى زايد في العقبة نشرة اخبارية مفصلة من قناة رؤيا حياكم الله موسيقى موسيقى رعى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم احتفالا اقامته الجامعة الاردنية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها واعلن جلالته بهذه المناسبة عن اطلاق مبادرة للتنمية الديمقراطية تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لتعزيز قيم الحوار وتشجيع المشاركة المدنية وتحقيق التنمية السياسية المستدامة من خلال التركيز على تمكين الشباب وقال جلالته في كلمة القاها خلال الحفل ان دور الشباب يجب ان لا ينحصر داخل الجامعة والمؤسسات التعليمية الاخرى انما يجب استثمار طاقاتهم ومواهبهم في احداث التغيير الايجابي في كل ميادين العمل والمشاركة في الحياة السياسية التي تمكنهم من المشاركة في صنع القرار لبناء المستقبل الافضل لهم وللاجيال القادمة بشرت النيابة العامة اليوم التحقيق بملف احيل اليها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب يتعلق بقيام احد النواب السابقين باحتجاز الاف البطاقات الانتخابية بحسب ما صرح به الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب احسين بنيهاني واحذر بنيهاني من القيام بحجز البطاقات الانتخابية مشيرا الى ان النيابة العامة ستتعامل مع الملف وفقا للاجراءات القانونية وتنص المادة الحدية والستون من قانون الانتخاب على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية او ببطاقة انتخابية عائدة لغيره بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين او بغرمة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن الف او بكلتا العقوبتين للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بنيهاني استاذ حسين اهلا بك بداية ما اخر وتطورات التحقيق الذي بشرت فيه النيابة العامة في قضية بطاقات الانتخاب اولا اشكرك على هذا السؤال نحن كهيئة مستقلة للانتخاب احلنا الموضوع الى النائب العام الموضوع لا اصبح بين يدي القضاء الهيئة المستقلة للانتخاب لكن صحيح انت تتحدث عن موضوع بين يدي القضاء كما قلت ولكن بحب اوضح ان الهيئة احالت موضوع ولم تحل شهر احالة موضوع تم نشره على بعض وسائل الاعلام الالكترونية وبالتالي كان هذا يشكل بالنسبة لنا كهيئة مستقلة دليل مادي على ان هناك تجاوز على احكام القانون وبالتالي شكل هذا اساس لاحالة الموضوع الى النائب العام وهذا ما حصل اليوم حيث احيل الامر الى النائب العام حتى الاصول نعم سيد حسين بحسب المادة 61 من قانون الانتخاب والتي تنص على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية او بطاقة انتخابية عائدة له لغير وجه حق هل من حق المرشح الاحتفاظ ببطاقة الناخبين؟ من حيث المبدأ لا يحق اذا كان هناك امر طوعي بمعنى ان الناخب اودع هذه البطاقة لدى هذا الشخص هذا لا يخالف حكام القانون ولكن اذا كان المسألة لها علاقة بالحيازة القصرية بمعنى انه استولى على هذه البطاقات فهذا امر يخالف حكام القانون نعم ناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب احسين بنيهاني شكرا لك عقد اتحاد الجمعيات البيئية مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للمطالبة بتراجع الحكومة عن قرارها القاضي بدمج وزارة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية واستعرض المشاركون الاثار السلبية المترتبة على الدمج والذي من شأنه ان يؤدي الى تراجع اداء وفعالية الدور الذي كانت تقوم به وزارة البيئة حيث ستتحول الى مديرية هامشية في وزارة البلديات واكد المشاركون ان الدمج سيؤدي الى تراجع المساعدات الخارجية لقطاع البيئة ليس للوزارة فحسب بل لكافة المؤسسات والقطاعات المدنية والاكاديمية إلغاء وزارة البيئة سيعني تراجعا فوريا في كمية ونوعية المساعدات الخارجية لقطاع البيئة ليس للوزارة فقط بل لكافة القطاعات المدنية حتى نحن كمؤسسات مجتمع مدني سنتأثر بشكل كبير في هذا القرار والمؤسسات الأكاديمية والخاصة التي تنفذ برامج بيئية تحت قطاع وتنظيم مؤسسي وإداري من وزارة البيئة ويمثل أيضا إلغاء الوزارة تراجعا سياسيا في مستوى الاهتمام بشأن البيئي مما يضعف من فرص الأردن التنافسية في استقطاب التمويل الدولي ويحول التمويل إلى الدول النامية ذات الالتزام الأكبر بقطاع البيئة يعني كما هو معلوم بأن أغلب التمويل يتم التنافس عليه على مستوى إقليمي من تظهر الدولة أكثر اهتماما في شأن البيئي هي تكون أكثر استقطابا لموضوع التمويل فمتى ما كان هناك عدم اهتمام رسمي فتحول الأنظار أو تبعد يصرف النظر عن الأردن ويذهب التمويل إلى مواقع أخرى علمت رؤية من مصادر خاصة أن محكمة أمن الدولة وفقت اليوم على تكفيل 25 من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة على رفع الدعم حيث قام المحامون بإنهاء كفة الإجراءات المتعلقة بإخلاء سبيلهم فيما تجمهر عدد من أهالي المعتقلين أمام المحكمة بانتظار أبنائهم وكانت محكمة أمن الدولة وفقت على تكفيل ثلاثة من المعتقلين أمس وتم إخلاء سبيلهم في وقت لاحق يذكر أن نقيب المحامين مازين رشدات صرح أول أمس وبناء على تأكيدات من رئيس الوزراء عبدالله نصور بأنه سيتم الإفراج على الموقف محكمة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات باستثناء من تثبت تورطه في التخريب في العقبة وضع اليوم حجر الأساس لمشروع مسجد الشيخ زايد ضمن مخطط المرحلة التطويرية الأولى من مشروع مرسى زايد الضخم وحضر حفل الافتتاح كل من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وبحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن الدكتور عبدالله العامري والعضو المنتدب لشركة المعبر الدولية للاستثمارات يوسف لنويس وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستشارين القائمين على المشروع ويعتبر مسجد الشيخ زايد المعلم الأول ضمن مخطط المرحلة التطويرية الأولى من مشروع مرسى زايد الذي يعد من أهم المشاريع المتعددة الاستخدامات في الأردن والمنطقة هذا المشروع هو وضع حجر الأساس لمسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه وهو خير ما نبتدأ به أعمال وشركة مرسى المرسى وفي هذا المشروع مشروع مرسى والحمد لله نحن الآن في المرحلة الثانية من المشروع بعد التسويات التي حصلت وإن شاء الله بعد بناء هذا المسجد لخدمة الأهالي في هذه المنطقة طيبة سيبدأ المشروع مشروع مرسى زايد وإن شاء الله ستقام عليه كل البرامج والمنازل والفنادق والمرسى نفسه وكل الخدمات إن شاء الله أطلعت جلالة الملكة واطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله هو سمو الأمير راعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين على الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في متحف الأطفال وذلك في إطار التعاون المشترك بين المتحف والمجلس وتجولت جلالة الملكة وسمو الأمير راعد في أرجاء المتحف لمشاهدة تفاعل الأطفال من ذوي الإعاقة مع المعروضات والبرامج التي تمت إضافتها بما يتناسب مع أنواع الإعاقات وصولا إلى الاستفادة التعليمية المثلى من المتحف ويأتي هذا التعاون ضمن احتفالات المجلس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صدف في الثالث من هذا الشهر تحت شعار إزالة كافة الحواجز للوصول لمجتمع شامل للجميع وشهدت جلالتها وسمو الأمير كيف يتم التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة وقد اطلعا على الأساليب المتبعة للاستمتاع والاستفادة من الموجودات ويسهم التعاون بين المتحف والمجلس في رفع نسبة التسهيلات البيئية إلى 40% في مرافق المتحف حيث تم تجهيز خمسة أجنحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم رفع هذه النسبة خلال العام القادم للوصول إلى التطبيق الأمثل لكودة البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والتقت جلالتها وسمو الأمير مع عدد من أعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وثمنت جهود التعاون والاستفادة من خبرات الأعضاء في تهيئة المتحف إلى جامعة مؤتة حيث قتل طالب جامعي على يد زميله صباح اليوم إثرى طعنة في منطقة الصدر بآلة حدة نقل على أثرها إلى مستشفى الكرك الحكومي لإسعافه إلا أنه فارق الحياة وبحسب مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور زكريا النوايس فإن الطالب طلق طعنة نافذة في القلب مشيرا إلى أنه وصل إلى المستشفى متوفا وعلى الفور كلف رئيس الإدعاء العام في الكرك المدعي العام ومدير مركز الطب الشرعي الجنوبي في الكرك بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاء من جانبه قال مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية محمد الصريرة أن الجامعة لا علاقة لها بما حدث اليوم وإنما كان ذلك نتيجة خلافات شخصية بين الطالبين وقد وردنا الآن أنباء عن تجدد الاشتباكات في الجامعة ونبقى في الجنوب حيث أغلق العاطلون عن العمل في محافظة معان الطريق الدولي من المدينة باتجاه المملكة العربية السعودية ومناجم الفوسفات في الشديد مما أدى إلى توقف حركة الشاحنات بسبب الإغلاق الأمر الذي دفع قوات الدرك إلى التدخل وكان المئات من العاطلين عن العمل في المحافظة نفذ أمس مسيرة انطلقت من ميدان سليمان عرار باتجاه مسجد معاني الكبير ارتدوا خلالها أكفانا بيضاء إشارة إلى أن الحياة لا تعني شيئا للعاطل عن العمل وخلال المسيرة قام المعتصمون بحرق بطاقاتهم الانتخابية احتجاجا على قانون الانتخاب طلبت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين المنظمات الدولية والجهات المانحة والمنظمات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن طلبتهم بمساعدات مالية تصل إلى ملايين الدولارات بحسب ممثل المفوضية في الأردن أندرو هاربر وأكد هاربر أن المفوضية تواجه أزمة في ميزانيتها لا تمكنها من الاستمرار في تقديم المساعدات مع بداية العام المقبل مشيرا إلى أن المبالغ المتوفرة حاليا تكفي لبضعة أسابيع فقط وفي ذات السياق أشر هاربر إلى أن المنظمة ستقوم في التاسع عشر من الشهر الحالي بتقديم طلب دعم للدول المانحة حتى تتمكن المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف من مواصلة دعمها للاجئين السوريين عدد من السوريين اعتصموا أمام السفارة السعودية في عمان اليوم جاء الاعتصام على خلفية رفض سفارة المملكة العربية السعودية استلام جوازات سفر السوريين رغم امتلاكهم تأشيرات سفر إلى السعودية المعتصمون أكدوا أنهم على هذا الحال منذ شهر أيلول الماضي وأن السفارة لم تبلغهم بموعد استلام جوازاتهم مما دفعهم إلى الاعتصام نطالب من السلطات السعودية ووزارة الخارجية وجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز أنه واقف التأشيرات للسوريين صلى أكثر من خمس شهور ونحن السوريين قاعدين هون بالبلد وعضانة المعيشية كتير صعبة بغلاء المعيشة وأهلنا كلها يتون بالسعودية وعم نستنى التأشيرات والتأشيرات صلى بالسفارة أكثر من أربعة شهور وواقفين معهم يعطونا إياها أبدا هذا السببب الأساسي ونحن اعتصمنا بهالموعد هذا لأنه شفنا الأمل مقطوع موعد لفتح السفارات أو فتح التأشيرات لذلك نحن قررنا نعتصم بهاليوم وكالة الأنباء السورية سانة ذكرت اليوم أن الجيش السوري قتل مجموعة من المسلحين التابعين لجبهة النصرة المقربة من تنظيم القاعدة في بلدة الذيابية بريف دمشق بينهم إياد العلاء أردني الجنسية ميدانيا أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستلاء المقاتلين الإسلاميين على قاعدة الشيخ سليمان العسكرية والتي تعتبر آخر موقع محصل للجيش النظامي غرب مديدة حلب مما يعزز سيطرة المجموعات المعارضة لسيما الإسلاميين منهم على الشمال السوري من جانبها وصلت القوات النظامية قصفها لمحيط دمشق بالمدفعية والطيران في محاولة منها للقضاء على تجمعات المقاتلين المعارضين الذين يستخدمون ريف دمشق قاعدة لهم في محاولة منهم للتقدم نحو العاصمة الله أكبر الله أكبر يا الله حيث أقيمت صلاة جناز في الكتدرائية المريمية بدمشق ترأسها قائم مقام بطريكريت أنطاقيا وسائر المشرق للروم الأرتدوكس بمشاركة ممثلي مختلف الكنائس الأرتدوكسية وعلماء الدين الإسلامي وحشد من المواطنين طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح أفراد القوات المسلحة المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين وفق ما أفاد مصدر رسمي كما أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس أوقف قانون الضرائب الجديد الذي أثر ردود فعل وسع سياسيا واقتصاديا وأثار مخاوف من حدوث أزمة في الأسعار وأكد بيان الرئاسة أن الرئيس قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بإجراء نقاش مجتمعي وعلني يتولاه خبراء متخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام من جهة ثانية دعا معارض ومؤيد الرئيس محمد مرسي إلى التظاهر غدا بعد أيام من إصدار إعلان دستوري جديد رفضته جبهة الإنقاذ المعارضة عين رؤية اليوم كانت في منطقة زيزيا حيث اكتشفت أن أثرا سياحيا قديما يعاني إهمالا مقصودا بالرغم من كونه يحمل بصمة تاريخ عريق قبل عامين كان صاحب الأرض يقوم ببناء منزله عندما عثر خلال عملية الحفر على كنيسة أثرية تحت الأرض فقامت الحكومة وقتها بتعويضه بغرض تحويل المكان إلى موقع سياحي إلا أن الإهمال حولها إلى مكرهة صحية تزعج السكان هذا الموقع زي ما تجاه فيه منطقة أثرية كانت هي ما كانت مبينة أنها منطقة أثري كذا فاكتشفتها الدولة لما كانت تبحث الناس كذا فكانوا متوقعين أنه ذهب وما ذهب وما شفش لأنها مدينة كاملة أصلا فجأت وزارة السياحة للأثار وعوضته عن الأرض وستملكت الأرض أصلا عندما استملكتها تبين أنها مدينة أثرية أصلا فيها أعمدة فزي من تشايف الموقع كلها مكره صحي يعني هي أصلا كنيسة أثرية قديمة هذه اكتشفوها كانوا في ناس يحفروا عساس دوله على أثريات واكتشفوها الدولة من ضمن الناس يعني وفعلا أجوا دارة الأثار وحفروا فيها وطلعوا أثريات وفي رقوا منطقة الفيفساة هنا وعاودوا دملوها بعدما كشفوها دملوها وغطواها موجودة هنا موجودة فيه أظنني قالوا بمتد على القرية جوه فيه زي سرديب أو زي قناة مية تمتد على المنطقة هذه وعلى المنطقة هذه فرحة العمر لا تكون حقيقية إن لم تكن على أرض الوطن عروسان فلسطينيان يعيشان خارج الأراضي المحتلة صمموا على أن تكون فرحتهما ممزوجة بهواء الوطن وعلى ترابه عرس في دير استيا أحد معالم فلسطين التاريخية الصامدة أمام الاحتلال شاب وفتى من مخيم اليرموك في سوريا تعاهدا أن يكون عرسهما على تراب الوطن وبالتحديد على أرض البلدة القديمة في قرية ديرستيا الفلسطينية لتحدضنا عرسهما بين جدرانها الحجرية ويكون حفل زفافهما وفقا للتقاليد التي كانت تسود فلسطين قبل النكبة من أهازيج وأغاني تراثية قديمة ودبكة شعبية فلسطينية أهالي ديرستيا متمسكين ببيوتهم التي تتميز بطابع رفي عائلة أبو حجلة هي خير دليل على ذلك موجودة في هذا البيت لغاية الآن إلي 25 سنة أنا متمسك فيه بسبب أنه شكله غريب وتراث كان هو صعب شوي أول إشي بس رممته برمم فيه لغاية الآن وكل من ما أجعلنا في البيت بقولوا لي نيالك على البيت حلو بيتك يعتبر هو من الكسور يعني فيه تلت أربع كسور هون هو من ضمنهم إحنا متمسكين هنا في بيوتنا لأن هذه البيوت هي التي تثبت هويتنا الفلسطينية وتثبت وجودنا هنا نخرج من هذه البلدة الكديمة شهداء وأسرة وأنا كنت أسير سابق يعني قعدت في سجون الاحتلال ثلاث سنوات ونظلنا نعمر فيها ونثبت وجودنا فيها لإلنا ولولادتنا لولادت ولادتنا ولأبد الأبدين إن شاء الله يشدك داخل البلدة القديمة المضفات فهي شاهدة على طيبة الأصل والجود وكرم الضياف المضفات إن وجدت يعني تكريبا لأنه كان الناس يسافروا قبل ما كانش فيه مواصلات سريعة كان يعني مثلا اللي يجي خلينا نقول مرة مالة على طول كريم كانوا على الدواب فما يقدرش يرجع على نفسه في نفس اليوم فطبعا لما الدنيا تصير المغرب يميل مثلا على المضافة يربط الداب اللي معاه مثلا فيه مكان أخرى إلها وينامه في المضافة يجيبوا أهل البلد يجيبوا له مثلا ما الذي يقدروا عليه للصمود عنوين كثيرة في قرية ديرستيا لا تبدأ بالوقوف في وجه المحتل ولا تنتهي بتشبث أهلها بحجارتها ومروثها الثقافي والتراثي فدموع الحياة وأهاتها لا تلغي زغاريدة فرح تتسلل من هذه الأزقة من البلدة القديمة في قرية ديرستيا شمال محافظة السلفيت فرحز حالقة قناة رؤية والآن ننتقل معكم إلى جولة على آخر أخبار العالم ضبطت السلطات الأمنية السودانية في منطقة كرانيك غرب دارفور نسرا مزودا بأجهزة تجسس متقدمة حيث وجد على أجنحة النسر أجهزة صغيرة الحجم تعمل بالطاقة الشمسية ومكتوب عليها باللغة العبرية الهيئة الإسرائيلية لحماية الطبيعة تلك المعدات تقوم بنقل معلومات وصور فورية إلى إسرائيل ويتم التحكم بها عن طريق الأقمار الصناعية ونقل الصور يكون عبر نظام الملاحة جي بي أس أكثر من 150 عضوا في مجلسي النواب وشيوخ الفرنسيين طالبوا بمنح جائزة نوبل للسلام إلى الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي والتي أصيبت بجروح بالغة في اعتداء طالبان عليها في أكتوبر الماضي بسبب نضالها من أجل حق الفتيات في التعليم في باكستان لجنة تكنولوجيا الفضاء في كوريا الشمالية أعلنت أنها مدت فترة إطلاق صاروخ بعيد المدى تعتزم البلاد إطلاقه فترة أسبوع حتى تتمكن من علاج بعض المشكلات الفنية التي تتعلق بالجهاز التحكم في المرحلة الأولى للصاروخ وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أن إطلاق الصاروخ مهمة سلمية تهدف إلى إرسال قمر صناعي للفضاء متحدث باسم الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا نيلسون ماندلا قال أن وضعه يتحسن بعد قضائه الليلة الثانية في مستشفى في بريورتا وأضاف أن ماندلا البالغ من العمر 94 عاما يشعر بالراحة وليس هناك ما يثير القلق والدة وزيرة المالية النيجيرية نيجوزي أوكونغو إيالا والمسؤولة الكبيرة السابقة في البنك الدولي اختطفت من منزلها في جنوب نيجيريا وقال مسؤول أمني أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت دافع وراء الاختطاف سياسي أم أنه من أجل الحصول على فدية مالية في مدينة دريتسن بألمانيا تم استعراض كعكة فواكه ضخمة تميز الألمانيون بصناعتها في فترة عيد الميلاد الكعكة العملاقة بلغ وزنها ثلاثة أطنان وذلك كجزء من فعاليات مهرجان شتولين الذي تعود جذوره إلى القرن الثامن عشر وعادت المدينة لإحيائه سنويا منذ عام 1994 هذا وقد احتشد الألاف لمشاهدة الكعكة التي وضعت على متن عربة تجرها الخيول وجابت شوارع المدينة وشارك بصنعها أبرز الخبازين وطهات المعجنات في المدينة ليس اسم سلاح هذه المرة ولكنه اسم عطر أنتجته شركة عطور في قطاع غزة وهو اسم الصاروخ الذي قصفت به حركة حماس تل أبيب في حربها الأخيرة مع إسرائيل تفاجأ بريطانيا برجال الشرطة على بابهما للسؤال عن قطتهم الأليفة المسمى بابل بعد أن تقدمت عجوز ببلاغ ضد القطة لصريقتها دجاجة مشوية من شباك مطبخها أبرز ما لدى المواطن من أخبار ننقله إليكم في فقرة أخبار الناس الدخان هي أخص هي نزل سعر الدخان سمعت عن ارتفاع سعر الكهرباء في المملكة أول شي وعن الدخان احتمال ينزلوا سعر جنيه جوري في الزعتري أنه ارتفع الديز بيرتفع كمان مرة وحرام اللي بصير فينا نريد رخص الدخان مفروض أنهم غلوا الدخان عشان الناس تبطل الدخن ويرخصون البنزين بدل مغلوه يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان تأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل أوضاع سياسية اقتصادية واجتماعية في غاية السوء ويصفها المراقبون بأنها غير مستقرة منذ الصباح انهالت التغريدات على تويتر فبدأ النشطاء من مواطنين وصحفيين وكتاب التعبير عن مشاعرهم تجاه هذه المناسبة الكاتبة الصحفية الكويتية والنشطة في حقوق الإنسان دلع المفتي كتبت في حسابها على تويتر والذي يتتبعه أكثر من 22 ألف شخص كتبت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لم يبقى هناك حقوق ولا إنسان المدونة الأردنية بيان اقتشاط استذكرت في هذا اليوم معاناة المرأة الأردنية التي لا تستطيع منح جنسيتها لأولادها كما إذا تزوجت من غير أردني فقد غردت بيان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان ما زالت المرأة الأردنية لا تستطيع إعطاء جنسيتها لأولادها رغم مرور أشهر على قرار حكومة نسور بالإبقاء بالتوقيت الصيفي طيلة أيام السنة إلى أن العديد من المواطنين يبدون تذمرا من هكذا قرار نظرا لأنه يعني خروج الطلبة والموظفين إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعتهم في وقت مبكر صباحا وبالتالي تكون الظلمة هي السائدة فالنهار لم يشرق بشكل جيد بعد الناشط على تويتر محمد كمال المومني أربى صباح اليوم عن محبته لتوقيت نسور كما أسماه مغردا الجميل بالتوقيت نسوري المعمول فيه بالأردن أن الواحد يصلي قيام الليل أربع ركعات ويطلع على الشغل بركاتك بركة يا أبو زهر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني دعا متتبعيها على تويتر إلى إطلاق حملة بعنوان العودة للتوقيت رحمة بأطفالنا جاء فيها يا ناس أدعوكم إلى حملة تغريد على تويتر عنوانها العودة للتوقيت رحمة بأطفالنا لعلنا نجد أذنا صاغية أرجو إعادة تغريدها وقيادة الحملة مضيفا في تغريدة أخرى مخاطبا فيها نسور متى يقتنع أنسور أنه أخطأ في قرار إبقاء التوقيت الصيفي حسبنا الله ونعم الوكيل وفي نهاية هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين في احتفال الأردنية بيوبيلها الذهبي جلالة الملك يعلن إطلاق مبادرة للتنمية الديمقراطية النيابة العامة تبشر التحقيق بقيام نائب سابق باحتجاز آلاف البطاقات الانتخابية ووضع حجر الأساس لمشروع مسجد الشيخ زايد ضمن مخطط المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة تتابعون الليلة في حلقة نبض البلد حلقة جديدة بعنوان العمالة الوافدة بين التنظيم والترحيل ضيفال حلقة وزير الزراعة الأسبق الدكتور تيسير الاسماضي ووزير العمل الأسبق الدكتور محمود الكفوين وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة